هذا و تواصل مصر استقبال الجرحة والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الاسترائيلية على قطاع غزة لتلقي العلاق في المستشفيات المصرية كان قد تم افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحة والمصابين القادمين من قطاع غزة وذلك بتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي كما وجه الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحة والمصابين من قطاع غزة وتلبية كافة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين